طيب هسا بدنا نحكي عن اخر نوع اخر نوع قبل ما تتحول الخلية لار بي سي شو هو اللي هو بولي كروماتيك اريترو سايت او او ارتكولو سايت وهو اسم الشاع الهرتكولو سايت تمام طيب لنيو كلياس فش عندي نيو كلياس خلص راحت من المرحلة اللي قبلها السايتو بلازم عندي السايتو بلازم لونه جاي على احمر اكتر لانه في عندي الهيموغلوبين كمية الهيموغلوبين بلاشت تستقر و تصير زي الار بي سي فالون السايتو بلازم هو البرودو من الكلار اوف هيموغلوبين اللي هو اللون الاحمر او السالمون بينك طيب هسا هالخلية بتكون اكبر من من خلية الار بي سي وبكون شكلها مش منتظم هاي وزاي يعني بحكو بتاتو شايب تمام مش منتظم زي الخلية زي الار بي سي متى بتصير منتظمة ات ريكويرز بولشينج اكتوفيتي اوف دي سيبلين السيبلين هو اللي بخليها منتظمة تمام طيب اه يعني السيبلين هو اللي بيزبطها عشان تصير بايكون كيف ديسك الديفجين اكيد ما حتقدر تنقسم لانه اصلا ما عندها نوع اللوكيشن هسا هدلا كنت اللي قبل هدول كنت كلهم قلقيهم بالبون مارو ما قلقيهم مكان تاني بس هاي لأ بقدر قلقيها بالبريفرال بلد ليش بيحكي لك لانها هي بتطلع هاي الخليل بتطلع من البون مارو بعد يوم بتضلها الدور في البريفرال بلد كم من يوم بعدين شو بتروح بتروح على السيبلين هاي هاي عشان الماكرو فيجز او السيبلين يضبطها ويخليها شو ار بي سي منيحة فتتها بالسيبلين هاي اللي بتخليها شو بتصير بايكون كيف ديسكويد اه ماتشر ار بي سي طيب نحكس احنا هون شو حكينا حكينا كاف هي بتصير ار بي سي وان بلاقيها يعني بيختصار وان بلاقيها بالبون مارو بالسيبلين وبالبريفرال بلد هسا شو بتعمل طيب هاي الخلية بما انه حكيان انه فيها شوي تروي بسماء تبعطوني اللون الازرق فهي برضو حضرها تصنيع هيموغلوبين كومبليت بتخلص تصنيع هيموغلوبين الشغل التانية انها اه بتخلص بتصير بدها تتخلص من المكانيزم تبعت التصنيع يعني اي مكانيزم عندها لتصنيع البروتينات تمام هاي يعني ايش انا بكون بتخلص من بدي اتخلص منها بهاي المرحلة ليش لانه الار بي سي اللي احنا بنعرفها ما فيها اي لا يوجد فيها اي فيها اي ميكانيزم لتصنيع البروتينات فاشي طبيعي انا بهاي المرحلة مرحلة الارتكيولوسايت بدي اتخلص من اي ميكانيزم موجود لتصنيع البروتينات هذا الانزيم هذا الانزيم بتخلص من مين من الريبوزومس تمام من اسمه ريبو نيوكلياس اندو ريبو نيوكلياس بتخلص من الريبوزومس طيب هسا بيضل البواقي بواقي الرايبسومات بنصبوها بصبغة خاصة مش بتظهر اللي زي هيك بتظهروا اللي زي هيك هاي هوا دول ايش متفتر الرايبسومات الموجودة في هاي الخلايا هاي 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 الخلية جيحنا حكي بالبونمروم هاي الكورت تبع البونمروم مش حكينا في 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 ماتريكس عشان تمسك الخلايا هاي فهاي الخلايا بيكون عند عليها تمام يعني 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 بروتينات عليها بتخليها ايش بتلتسق بهاي وما تطلع بسهولة فهاي الخلية لما تصير يعني لبعدين شوي بتتخلص من هاي العشان تصير وتطلع بسهولة تمام طيب يعني من عندي بقعد يومان هاي الريتوكولوسايت ولا اي بلها بقعده ايش يومان تمام يعني نلخص هون شو بسوي اول اشي بتكمل تصنيع الهيموغلوبين لانه فيها شوي ترايبسومات اللي بعطوها اللون الازرق تاني اشي بتتخلص من اي مكانزم بتصنع بروتينات تالت اشي بتتخلص من اه الادهزة الادهزة موجودة عندها لانه ما عليها ادهزة خليها تلزق بالكورت تبع البون مارو تالت اشي انها بس خلاص هاي شو اسمه هاي بتخلص بتصنيع الهيموغلوبين بتعمل بتتخلص من اي بروتين موجودة عندها وبتتخلص من الادهزة مليكولز قداش تقعد يومان الاريثرو سايت طيب حكينا هون احنا ايش وصلنا للاريثرو سايت وصلنا لهدفنا الار بي سي الار بي سي هاي ما فيها نيوكلياس السايتو بلازم طبعها اه بشكل مش بشكل يعني الغشاء هي شكلها بايكون كيف ديسك هي مقيس سايتو اه اه مايكرو میتر وهي فيك نستبعه اه وشو لانه بيكون سالمون بينك هاي لانه هيك سالمون بينك هايها تمام طيب ما بتنقسم طبعا لانه ما عندها نوع اللوكيشن وان بلاقيها بالبرفر البلاد و اه بتضلها عمرها مية وعشرين يوم لحد ما يصر لها ايجينك وتروع على السفدلين ويكلوها الماكرو فيجز السيلولار اكتيفتي شو بتعمل الخلية وضيفة واحدة فقط دايب ديليورز اكسوجين تو تيشيو ريليس اد ريتين تو دلانك تو بي ري اكسوجين ايتد اه هسا الانتيرير بيحتوي موست لي هوموغلوبين دا اكسوجين كاريه من من اللي بيحمل الاكسوجين الهوموغلوبين طبعا هس شو شو الهدف اصلا تمام شو الهدف من البيكون كاف ديسك الهدف منه انه خلي لي سيرفس توفوليوم اي 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 راشيو عالية شو يعني سيرفس توفوليوم راشيو عالية يعني يكبر السيرفس قدر الامكان عشان انا اقدر اخد جزيئات اكسوجين او احمل جزيئات اكسوجين قد يعني قد ما بقدر بالمساحة الصغيرة الموجودة عندي لو كان سفيريكل زي هيك خليو نستنى شو لو كان سفيريكل بهاي الطريقة مثلا ما حقدر احمل هل اه جزيئات الاكسوجين بالطريقة اللي انا بدي اياها او باحسن طريقة ممكنة تمام فالبيكون كاف ديسك بحق بحقيق للابتيمال جزيئات اكسوجينج وكمان شغله انه لو كانت الخلية طبعا هذا المكتوب بالفقر اللي تحت لو كانت الخلية سفيريكل هيتركز الهوم اقلوبين هون هيكون مثلا مهول دائما الهوم اقلوبين بحكي لك انه بتركز بنص الخلية هون هيتركز هون النص طبعا فهذا قريب للصاطح بقدر يحمل الاوتوب بسرعة هاد بعيد شوي ما بقدر يحملها بسرعة عشان هيك ايش الخلية تبعتنا بايكون كاف ديسك لانها بتصنيع الهوم اقلوبين